السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدين الأعزاء إليكم تفاصيل أخبار الآن في خطوة تسعى من خلالها إلى مواجهة أزمة الوقود في فرنسا سارع شركة Total Energy إلى سحب شاحنات المحروقات المتوفرة لديها في المغرب وعادة تصديرها إلى فرنسا دون أن تبالي بالمخزون المتوفر بالمملكة وتعيش فرنسا على وقع أزمة كبيرة وقال وزير الاقتصاد والمالية برونو لومير إنه ينبغي تحرير مستودعات الوقود والمصافي التي تم منع الوصول إليها واللجوء إلى وسائل المصادرة وأكد على قناة بي أف أم تيفي التلفزيونية وأن لا وقت التفاوض كان هناك تفاوض وكان هناك اتفاق وهكذا يعني أن القوة يجب أن تبقى مع صوت الأغلبية في إشارة إلى اتفاق المبرم بين مجموعة Total Energy والنقابتين لكن لم يوقع عليها اتحاد العام للعمل CGT الذي بدأ حركة الإضراب وتم تمديد حركة الإضراب التي بدأها اتحاد العام للعمل CGT النقابة التي لم توقع اتفاق الجمعة في مواقع الخمسة التابعة للTotal Energy ولا سيما في مستودع فلاندورز الشمال وهو الوحيد الذي أمر موظفون فيه بتأمين شاحنات من الوقود ويطالب الاتحاد العام من جانبه بزيارة